بداية كده بداية الدور أول أسبوعين مبسوط ولا مش مبسوط أرجوك تقول لي مبسوط المراضي مبسوط من حاجات ومش مبسوط من حاجات طبعا يعني مبسوط من يعني أن فيه فيه أندياب يعني شكلها كويس بتأدي بشكل كويس فيه في بعض اللعيبة ظهروا بشكل كويس يعني مش كتير بس يعني بشكل كويس معظم الصفقات الجديدة في أغلب الأندية مش لسه ما دخلتش مقدرش حكم عليها بشكل قوي في الأندية اللي صعدة التلاتة اللي صعدين أو تحديدا أسوان اللي شفتهم يعني أسوان والداخلية مش وحشين أسوان على المطشجاج جدا سواء أمام الاتحاد أو حتى أمام الآلي لغم الخسارة في المطشين الإسماعيلي علامة استفهام علامة استفهام كبيرة جدا ويمكن الخطأ الكبير أن أنت جبت لعيبة وركبت عليه مدرب يعني ده خطأ كبير يعني يعني متشاف حاجة من الصفقات الجديدة شاركت بشكل مؤثر يعني أنت شفت إن صفقات الإسماعيلي أصلا صفقات أحمد محسن آآ محمد حسن هم دول اللي لعبوا بشكل النجاز وده برضو علامة استفهام كبيرة جدا بس المرسي برضو علامة استفهام كبيرة جدا لسه يعني ما خدش بشكل قوي لكن الإسماعيلي كان نتائج والزهور بالشكل ده في المطشين يمكن كان شكله كويس أمام الآلي لكن النهار ده قدام المحلة لأ بعيد خالص يعني مفيش يعني مش حاسه يعني بعد الصفقات دي كلها ومدرب بحاجة موقيمة جريده كنت متوقع حاجة تانية خالص أو أداء مختلف على الأقل آآ الأهل والزمالك المستوى برضو مش آآ يعني لسه بدري الحكم عليهم الصفقات الجديدة في الفرقاتين برضو لسه صعب الحكم عليهم آآ لكن طبعا فيه سلبيات كتيرة أولها التحكيم ووضح ان الناس فهمت كلام جلاتين بيرج غلط يعني في حكاية التحامات دي النهار ده كان فيه كارثة تحكيمية من بارك عبدا كان فيه كارثة تحكيمية مصر كلها كلمت عليها ووضح ان احنا بدأنا الاحتواء بدري لكن النهار ده كان فيه كارثة تحكيمية في مبارات الإسماعيلي والمحلة كم أخطاء حكم اسمه كابتن أحمد حمدي كم أخطاء تحكيمية في المباراة كارثية مش هتكلم بقى الحاجات اللي هي طبيعية اللي هي تحكس برجل الجزاء لكن فيه آآ خطأ تحكيمي اللي هم فسروا أو فسر على انه التحام قوي ان الجاز يعني خناقة مع لعب غازل معالة جوال 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 مطنية الجزاء ومتحسبتش يعني خناقة يعني جابه من كل حتة في جزء شريف اللي حالك قلتو ده بالضبط انا سألته لكابتن جايد جريش كماعات تلفون مباراة قلت له هو بقى فيه خط رفاية عمال يتقطع حلو ان احنا نماشي اللعب بسرعة بس حلو برضو من الانداء او الفرق تاخد حقها يعني لو حد داخل عليها جامد اخد حقه مش هماشي اللعب وميبقى شيفها وليس حصلت ما تفسس التعلمات ومتشغلش موخت او ما تفتكرش القانون لا يعني هو بيقولك اه فيه الألعاب اللي هي المنافسة عالقورة منافسة عالقورة مش واحد داخل على واحد يقتله فتقولي ده التحام لا يعني لا فيه اخطاء طبعا التحكيم كان يعني لعب دور في نتائج بعض المباريات واثر في نتائج بعض المباريات كل دي كانت سلبيات شوية تعليق شوية يعني برضو كان علين بعض الملاحيص تعليق في المباريات لكن في المجمل يبدأ